موسيقى رئيس مجلس القيادة يطلع من رئيس الوزراء على الإجراءات الحكومية لإحتواء تداعيات التقلبات موسيقى عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي الرئيس الإذربيجاني خلال مشاركته في قمة المناخ موسيقى بلادنا تطلق البرنامج الوطني لتمويل المناخ 2025-2030 لتعزيز الاستجابة للتحديات المناخية موسيقى إلى تفاصيل النشرة من السديوهات قناة عدن الفضائية أهلا بكم أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور أحمد عواظ بن مبارك للإطلاع على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف والسلع الأساسية والجهود الحكومية لتسريع إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسية من رئيس الوزراء إلى إحاطة حول الإجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة الوطنية وردع المضاربين بالعملات والرقابة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية وتدابير الحماية للمنتجات والصناعات المحلية كما استمع فخامته إلى إجاز حول التدابير المتعلقة بتحسين كفاءة أداء محطة التوليد والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضمان استمرار تدفق الوقود اللازم من محافظتي حضر موت مأرب لتشغيل المحطات الحكومية ونوها فخامة الرئيس بالسياسات المقرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات البليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية مشددا في هذا السياق على أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة إلى مواردها في المحافظات كفاء وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن عظيم شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على استجاباتهم الكريمة لاحتياجات الشعب اليمني بما في ذلك دعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين وتأمين السلاع والخدمات الأساسية لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي فخامة الرئيس الإذربيجاني الهام عليف وذلك في إطار مشاركته في قمة قادة العالم للمناخ التي تعقد ضمن المؤتمر التاسع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تعزيز المناخ وفي بداية اللقاء عبرت دكتور العليمي عن تقدير الجمهورية اليمنية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع الذي تميزت به أذربيجان في استضافة هذا الحدث الدولي والذي يعكس تقديرا لدور أذربيجان على الساحة الدولية والتزامها الواضح بقضايا المناخ مهنئا فخامة الرئيس إلهام عليف على هذا النجاح الكبير الذي أبهرت أذربيجان العالم به ونقلت دكتور عبدالله العليمي لفخامة الرئيس الإذربيجاني تحيات وتهنئة أخي فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأخوانه أعضاء المجلس مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأزمة اليمنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع تسليط الضوء على مجمل التحديات التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية طيلة السنوات الماضية واستمرار تصعيدها في البحر الأحمر وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين كما تطرق إلى التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها اليمن بسبب التغيرات المناخية وأكد الدكتور العليمي الموقف الثابت للجمهورية اليمنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان مشددا على ضرورة وقف الحرب ودعم حل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة معربا عن دعم اليمن لما صدر عن القمة العربية والإسلامية الستنائية التي عقدت في الرياض في هذا الشأن كما تناول اللقاء أفاق تعزيز العلاقات الثلائية بين البلدين وتنسيق المواقف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين اليمن وإذربيجان في المجالات العلمية والثقافية ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين من جانبه أشهد فخامة الرئيس الإذربيجاني بالعلاقات المتميزة بين اليمن وإذربيجان مؤكدا دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية في جهدها لتحقيق السلام العادل في اليمن معربا عن استعداده لتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات حضر اللقاء من الجانب اليمني وزيراء المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي مبارك البحار ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية سفير أحمد الشرعبي كما حضرها من الجانب الإذربيجاني وزير الخارجية قيهون بيرامف ومساعد رئيس جمهورية إذربيجان رئيس إدارة شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية لجمهورية إذربيجان أعلنت الحكومة اليمنية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف المنعقد في العاصمة الإذربيجانية باكو إطلاقوا البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة عشرين خمسة وعشرين وحتى عشرين ثلاثين والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليم في كلمته التي ألقاها خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا وأوضح العالمي أن التغير المناخي يمثل تحديا عالميا إلا أنه يشكل تهديدا أكبر على اليمن حيث يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مما أدى إلى تدهور الموارد الحيوية وزاد منها شاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية مستشهدا بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق في محافظات الحديدة والمحويت وتعز بالإضافة إلى الأعاصير التي تضرب السواحل الشرقية وعبر الدكتور العليم عن شكر لفريق العمل على البرنامج ممثلا بوزارة المياه والبيئة والوزارات ذات العلاقة والشركاء الدوليين والإقليبيين والمحليين وبالأخص صندوق المناخ الأخضر الذي ساهم في تمويل إعداد هذا البرنامج الطموح فيما أشار وزير المياه والبيئة المهندس سوفيق الشرجبي إلى أن اليمن تواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية كالجفاف المتكرر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب مياه البحر والذي يؤثر سلبا على الموارد المائية والزراعية والبنية التحتية وأكد الشرجبي أن البرنامج يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء هذا وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية منها صندوق المناخ الأخضر والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ويأتي هذا البرنامج استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ ويهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنصيق بين الجهات المعنية بما يساهم في استقطاع باستثمارات مناخية مستدامة اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي على التجارب الدولية والإقليمية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية في عدد من الأجنح المشاركة في مؤتمر المناخ في العاصمة الإذربيجانية باكو حيث اطلع الدكتور العليمي على جناح المملكة العربية السعودية واستمع إلى شرح حول مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإدارة استخدام الطاقات المتجددة وتعزيز الغطاء النباتي بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 واستمع عضو مجلس القيادة خلال زيارته جناح الإمارات العربية المتحدة إلى عرض حول جهود الإمارات والإنجازات التي حققتها في مجال التنوع البيولوجي وتمويل المناخ والتزامها بالحياد المناخي وجهودها في تعزيز الأمن الغذائي والمائي كما اطلع العليمي خلال زيارته جناح دولة قطر على جهود قطر في تعزيز الحلول الطبيعية للتكيف مع تغيير المناخ ودعم التنمية المستدامة وتقوية مرونة النظم البيئية بما يهدف إلى حماية الاقتصاد من تحديات المناخ وتعرف العليمي على مشروع الهايدروجين الأخضر في جناح سلطانة عمان وجهود السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2050 من خلال إطلاق مركز عمال الاستدامة وتنفيذ استراتيجية التحول في مجال الطاقة المتجددة وفي زيارته إلى جناح المغرب استمعت دكتور العليمي إلى جهود المملكة المغربية في الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية والسياسة التي تعتمدها مدينة الرباط من أجل تعزيز وتنفيذ سياسات التنقل المستدام والتي تهدف إلى تحسين الصحة الحضرية وبلوغ جودة حياة شاملة للمواطنين كما استمع عضو مجلس القيادة من منظمي جناح جامعة الدول العربية إلى الجهود المفذولة للترويج للمواقف العربية والتوعية في مجال التحديات المناخية والبيئية وأعربت دكتور عبدالله العليمي عن تقديره للتجارب المختلفة التي شهدها في أجنحة مؤتمر المناخ مشيدا بجهود الدول المشاركة في تعزيز العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام الكثيري ورئيس هيئة الحكما بالمجلس الشيخ الحكم عبدالله النهدي وجرى خلال لقاء استعراض الأوضاع بمحافظة حضرموت داعيا إلى الاهتمام بمطالب حضرموت العادلة التي تعبر عنها وثائق مجلس حضرموت ومكوناتها السياسية والاجتماعية الأخرى وهي المطالب التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وأكد بن دغر على الدور الوطني لمجلس حضرموت في إطار مقاومة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ودعم جهود الشرعية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وكذا الدور السياسي للمكون في الدفاع عن القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية وتنموية والمضي قدما نحو تطبيق خلاق لمخرجات الحوار الوطني الشامل من جانبه استعرض الكثير مواقف المكون المنحازة للشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ومسلماته التي تحتكم للمرجعيات النظمة للمرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما تحدث رئيس هيئة الحكمة لمجلس حضرموت عن دور هيئة الحكمة في المجلس في ترشيد الخطاب الوطني لمجلس حضرموت والصلح والتدخل عند الضرورة لحل المشكلات المستعصية التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان وعددا من القيادات العسكرية وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن بما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب اليمني وخلال اللقاء عبر وزير الداخلية عن تعزيز وكافة منتسب وزارة الداخلية في استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط ثالث من أفراد القوات المسلحة السعودية في الاعتداء الغادر والجبان أثناء آداءهم واجبهم في تدريب وإسناد القوات اليمنية في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون وأكد اللواح حيدان أن هذه الأعمال الجبانة والغادرة لا تعبر ألا عن مرتكبها الذي لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون عاليا الدور العظيم والكبير للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة إلى جانب الشعب اليمني ولا يمكن أن تؤثر على طبيعة العلاقة المتينة بين اليمن والمملكة التي تعززت بالدماء الطاهرة والمواقف الأخوية الراسخة وأشهد اللواح حيدان بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مؤكدا أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الأوضاع الأمنية واستعرض وزير الداخلية مع قيادة القوات المشتركة مجالات التعاون بين القوات المشتركة ووزارة الداخلية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية للتصدي لمختلف التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية تكثيف الجهود المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات للإسهام في استقرار الأوضاع الأمنية مثمنا الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمن في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني من جانبه أكد قائد القوات المشتركة حرص المملكة على دعم اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن التعاون المستمر بين البلدين يأتي من منطلق العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز استقرار المنطقة معربا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين شارك وزير النقل دكتور عبد السلام حميد في ورشة العمل العربية الأوروبية بشأن مشروع التأسيس لسلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر والتي تنفذ بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وتهدف الورشة المنعقدة على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب إلى تعزيز التعاون العربي الأوروبي بمجال الطاقة النظيفة من خلال استعراض التجارب الناجحة للدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر ومناقشة سبل تطوير سلسلات إمداد متكاملة لهذه التقنية لتعزيز استدامة قطاع النقل في المنطقة العربية وأشار وزير النقل إلى أهمية الورشة التي تجمع بين الخبرات العربية والأوروبية لمناقشة أهم المواضيع الراهنة في مجال الطاقة المستدامة وهو تأسيس مشروع سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية وأكد الوزير حميد أن الهيدروجين الأخضر أصبح اليوم خيارا واعدا للدول المتنافسة على التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء خاصة أنه يقدم فرصا لإدماج القطاعات التي يصعب تحييدها من الكربون كالصناعات الثقيلة والطيران والتجارة البحرية مشيدا بالتجارب الناجحة لبعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية كقاد في هذا القطاع وتطرق وزير النقل إلى الموقع الاستراتيجي لبلادنا وما تتميز من مقومات الاستثمارية متعددة ومحطة جذب للاستثمار نظرا لامتلاكها شريط ساحلي يمتد بمسافة أكثر من 2500 كيلو متر على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي مما يتيح بوجود مناطق عديدة مميزة لعمليات الاستثمار وتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة تخدم إقامة مشاريع عملاقة لصناعة النقل البحري مستعرضا المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار اليمنى للمستثميرين العرب والأجانب إضافة إلى اهتمام الحكومة اليمنية بقضايا الاستثمار والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستحداث القوانين المنظمة وأكد الدكتور حميد أن عملية الاستثمار في مشروع إنشاء وتأسيس سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في اليمن ليس فقط مشروعا اقتصاديا واعدا بل هو خطوة نحو تحقيق واستدامة بيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمستقبل الأجيال القادمة داعيا الإخوة الشركاء والمستثمرين العرب والأوروبيين إلى الاستثمار في بلادنا في مجال الهيدروجين الأخضر وتشكيل النموذج للتعاون الناجح في مجال الطاقة النظيفة بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للتنفيذ والشركات كريستين داماكير التدخلات في قطاعي المياه والبيئة في اليمن كما ناقش الجانبان على هامش فعليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في العاصمة الإذربيجانية باكو بحث أوجه التعاون بين المنظمة ووزارة المياه والبيئة وكذلك المشاريع المنفذة وأولويات الاحتياجات في قطاعي المياه والبيئة والقطاعات الخدمية والتنموية وتطرق الشرجبي إلى برنامج اليمن الوطني لتمويل تغير المناخ مع صندوق المناخ الأخضر الذي أطلقته وزارة المياه والبيئة والذي بدوره يحدد التحديات التي تتعرض لها اليمن بسبب التغيرات المناخية واحتياجات التخفيف والتكيف مع أثار المتغيرات المناخية خلال الفترة من عشرين خمسة وعشرين إلى عشرين ثلاثين وأكد الوزير الشرجبي على أهمية توسع عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عدن ووضع ملف اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي إنسانيا وإنمائيا في ظل الآثار المتنامية للمتغيرات المناخية وسنزاف الأحواض المائية مجددا التزام الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة وحرصها على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية والشراكة مع الأمم المتحدة في تحديد مناطق الاحتياج بشكل دقيق وإعداد وتنفيذ المشاريع بدورها عبرت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة للتكيف مع أثار التغيرات المناخية أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على حراق منزل مواطن ستيني في مديرية القفر بمحافظة إبا على خلفية منشورات كتبها أحد أبرائه انتقد فيها ممارسات وانتهاكات الميليشيات بحق المواطنين في المحافظة وذكرت منظمة مساوال الحقوق والحريات في بيان لها بأنها تلقت بلاغا يفيد بإقدام ميليشي الحوثي على إحراق منزل المواطن حمود حمود حسين الريمي البالغ من العمر ستون عاما في قرية بني معزب عزلت بني سيف السافل مديرية القفر بمحافظة إب وأشار البيان إلى أن الحريقة تسبب باحتراق المنزل بكامل أثاثه بالإضافة إلى إصابة المواطن الستيني بحروق بالغة أثناء محاولته اليائسة لإخماد النيران التي أتت على منزله ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 13 شهرا إلى 43.736 شهيدا ومئة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعين قريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وفا في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات في مختلف مناطق القطاع خاصة في الشمال منوهة إلى وصول 24 شهيدا ومئة واثنان مصابا من بين ضحايا القصف الإسرائيلي للمستشفيات كما أوضحت أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم أتلفت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب 1518 كيلو من الحشيش المخدر تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار أمريكي وتعد أكبر عملية إطلاف تجري في المحافظة وخلال عملية الإطلاف أوضح رئيس النيابة محامي عام أول محمد علي الحيدري أن عملية الإطلاف جاءت تنفيذا للأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة في 13 قضية إتجار وتهريب بالحشيش صدرت خلال العامين 2022 و2023 والتي أحالتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة بعد ضبطها خلال محاولة تهريبها إلى مناطق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والتي تستخدمها كتجارة رائجة لتمويل حربها على الشعب اليمني واستهداف الشباب اليمني بهذه المادة المخدرة للسيطرة عليه وحشده إلى جبهات القتال في صفوفها إلى جانب تهريبها إلى الدول المجاورة إلى حالة التقصي ودرجات الحرارة خلال الأربعة والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمن فاتته تفاصيل النشرة نعود لنذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس مجلس القيادة يطلع من رئيس الوزراء على الإجراءات الحكومية لإحتواء تداعيات التقلبات عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي الرئيس الأذربيجاني خلال مشاركته في قمة المناخ بلادنا تطلق البرنامج الوطني لتمويل المناخ عشرين خمسة وعشرين عشرين ثلاثين لتعزيز الاستجابة للتحديات المناخية أما في الختام مشاهدين الكرام أترككم في رعاية الله وحفظه وحتى الملتقى إلى اللقاء